اشتركوا في القناة ست بمية راجل جملة عمية شعبية شيرة لا بد وان تتداعى الى الازهان لكل من يتعرف الى الضيفة الرئيسية لحلقتنا هذه الليلة انها السيدة هالا محمد حسين شابة منطلقة ترتبط بزوجها وتتحول لربة منزل وسرعان ما تفاجأ بظرف يقعد الزوج عن العمل فتتحول الى امرأة عاملة تنجح في العبور بأسرتها الصغيرة الى طريق النجاح على الرغم من الصعاب وتهدي المجتمع الزهرتين ست بمية راجل وتجربة صعبة كللها الله بالنجاح تأكيدا للمبدأ الشهير لكل مبتعد النصير اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة واسرة جديدة ملتقي بها من خلال بيت العيلة بنقدم لكم النهاردة واحدة من الاسر المصرية اللي بتمثل نسبة كبيرة جدا من الاسر المصرية بنقدم لكم اسرة الاستاذة السيدة هالة محمد حسين وهي نائب مدير باحدة شركات التأمين الطبي اهلا بيكي اهلا بحضرتك وخلينا قبل ما نقدم اقول في البداية ان الاستاذة هالة فعلا بتمثل الست المصرية الجدعة الست اللي بمية راجل لما نسمع حكايتها هتعرفوا ليه بس خلينا الاول نقدم البنات نبدأ من الكبيرة هند سهيل اهلا بيكي هند ومعانا نادين الصغيرة بقا اهلا بيكي سهلا يا عم مش كده نبدأ بقى من البداية اللي بدأت بيها والمقدمة بتاعتي لما قلت ان الاستاذة هالة هي ست مصرية مش هنقول هي الوحيدة بالعكس انتي بتومثلي نسبة كبيرة من السيدات المصريات اللي بيتسموا بالجدعانة المسئولية اللي قامت بالدورين دور الام ودور الاب بس هنا نتيجة ظروف صحية نسمع منك القصة بس نسمع الاول السؤال التقليدي اللي عندي دايما وبحب ابدأ بيه وهو بداية القصة جات ازاي والتعارف بينك وبين استاذ سهيل بابا البنات انا برضو من زمان وانا لها برضو اهب المسرح ومسرح وهو كان صديق لناس بيعزفه في باند فاتعرفنا على بعض وقصة حب واني اقول ان يعني نادرا محد بيعترف ان القصة كانت قصة حب خصوصا الست يعني لا قصة حب وانيخة جميلة على فكرة اوي اوي وكانت عريفة جدا وكان فيها صعاب ومشاكل لعشان ارتبطت والحمد لله ارتبطنا من الاسرة بقى نفسها او من نحيتين وكفحنا وحاربنا لحد مرتبطنا والحمد لله اتجاوزنا يعني وبعدين انت كنت خارجة ايه بقى انا تجارة تجارة او وهو كان شغال في دورة طبع النشر اوكي وما كنتش بتشتغلي في الاول لا خالص لا انا مكنش حبة اساسا انا كن مبدأي من الحياة اساسا ان انا بحب بالست يعني طالما وانس اتجاوزت في مسئولية البيت وبعدين لما ربنا يكرم ايبع عندها اولاد يبقى هو دا ايه انا كد دي ركتك مش اكبار لا انا كنت بفكر كده انا بحب دا وبعدين جاوزت وبعدين ربنا رزقني بهند على طول وبعدين باركزت حياتي معها وبعدها سنتين على طول نادو جات على طول نادين كل دا انا مباشتغلش كل دا انا قاعدة في البيت بربي الولاد وكل حاجة عمرك ملدمت ان انت عاندت اهلك وكفحتي عشان تتجوز الجوازة دي عمرك محستي بالندم او انهما كان معهم حق لا هو مش كده مش ندم مش فكرة ندم هو دا نصيب يعني اصلا الندم انا عملت دا بمزاجي وباختياري محدش غصبني عليه اه كان في ناس تقول لي بقى انت اللي اخترت انت اللي عزت انت بس دا اختياري انا وانا ببندمش على حاجة انا اخترتها اي الحمد لله ما عنديش حتة انه ندم على حاجة اخترتها وده نصيب يعني دايما بيقولوا الحب والنظرة رومانسية للامور لما بنعاند اهلنا مع الزمن ساعاتنا اكتشف ان الحياة حاجة تانية مش كلها مشاعر مش كلها رومانسية اكيد اه يعني في ضروريات واساسيات لازم تبقى موجودة وان اهلنا كان عندهم نظرة ابعد اه طبعا دا اكيد انا معايك حضرتك طبعا هو دا حقيقي وكان بيحصل كده بس هو بتبقى ايه لحظة اللي هو ايه يا ريت بس لأ انا من جواه لا انا بحبه يعني رغم كل الصعاب انا فعلا بحبه يعني انا بحبه الله عليك واجهنا اه بجد حقيقي انا واجهنا مشاكل كتير جدا في حياتنا وخصوصا بعد مرضه وما كانش فيه دخل ما فيش شغل ما فيش حاجة خالص ومع ذلك انا ما مندمتيش او ما حبك استمر لا وبحبه اه الحد واللغة بحبه جدا جدا كمان يعني يعني مش شعرتك حقيقية اه لا مش مراكم شباب لا لا خالص لا بجد بحبه نكحو في الاختبار يجبكم يدي دروس ليكم وانتم جيل هم عايير هم شايفه وعرفه يعني كده اه لا انا بحبه يعني طيب هو بالنسبة لي الراجل هو بالنسبة لي الراجل هو اولا اكبر مني لعشرين ساعة كمان اه يمكن ده كان سبب الرفض اه في البداية اه ومع ذلك انا بشوفه هو هو مثال الراجل اللي انت اللي انت شايفه يعني فيه كل للصفات اللي انت عايزاها محتاجاها اه بعد فترة من الجواز وكلام طب هتوافقي ان ولادك يعني لو مر حد فيهم كان برضو عنده رغبا ويرتبط بشخص وانت شايف انه ماينفعش خصوصا بعد تجربتك اه حت حتوافقي ولا حتعملي زي اهلك بصراحة كبه بس اللي ورب ياهو ده يعني انا عندي عمري ما قولهم اعملوا كذا وانا اعلمتهم ودائما اختياراتهم انا بس بهم هم يختار عشان دائما كل واحد هو بتحمل نتيجة غلطه يعني او نتيجة اختياره ماينفعش انا اختلك وفي الاخر انت في الاخر هتجي تقول انت انت اختارتيلي لأ انت اختاري فقري وجربي التجربة لازم لاحا تجرب اصلا انا انا تجربت تجربتها ماقدرش احكم عليها ماقدرش افرض عليها هتجربتش ماقدرش والله انت امنا متفتاحة جدا يعني لا بجد وديمقراطية جدا انتو اي رأيكم في الكلام لا دا بجد فعلا ماما صاحبتكو ابدأ بقى بيك ناردو انت الكبير ايه او هند او هند لا هي ماما صاحبتنا جدا فعلا وفي حطة الاختيار دا ما بتفردش اي حاجة علينا يعني بعد سنوية عام انا مورتلها لأ انا عايزة حاجة جنبي يعني وقضيت سنة هناك وما بسطتش خارج دا خلت الاول لكلية الاثار جامعة القاهرة اه وانت اللي كنت مختارة انا مختارة ومكتنعة جدا بقى وحاجات كده اه كي لأ ما بسطتش تلع كلام ماما اللي صح اه هي كتعارفة ان انا طريقي كده يعني هي كتعارفة ان انا مش هحب حاجة تاني غير الفن او الميديا او السنية او الحاجات دي بس انا كنت شافة ان انا كنت شافة ان انا حاجة انا هواية بالنسبالي او حاجة مش بفكر فيها بالشكل الكبير دا بس على فكرة حاجة تحسبلك ان انتي اعترفت في بان ان انتي اختارت في غلط اه بعد مروح سنة واحدة ايه ايه بسكوة سنة اتحسب وغيرت دراستك لمعهد سيني ما قسم منتاج بالزبط ايه لا 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 حقته وهي السنة دي بالنسبالي مش حاجة ندمان عليها استفدت منها حاجات تانية كتير يعني ايه 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 كأنها كارير كارير شفت او مرحلة كده كان لازم اعديها قبل مروح المعهد انتي عارفة انا لو منك ايه اكتر حاجة اكون استفدتها ايه ان رأي ماما خصوصا ان ماما مش اي ست اه مش اي ام رأي ماما لازم اقف عنده بعم كده انا مش بقولك اتلغي بس يعني رأي ماما نتيجة حاجات كتير قوي ونتيجة طبيعة في الشخصية وخبرة ايه لا لازم يتوقف عنده افكر فيها طبعا بعد ده بس لأ انا بقام كده هطول معاها بس هي ما كانتش عايز تجبرني شكرا بعد التنسيق عشان ما تقولريش او انا ما جيش اقول لها انتي دخلتيني هنا او انتي عمتيني هنا خلاص عميل انتي عايزها بعد كده انا لو انتي لوحدك هتدريكي ان ده مش اللي انتي عايزها فتمام يعني تمام دي تجربة هند بس لست عندنا كلام كتير واسئلة كتير لهند بس اروح لنادو في السؤال الاول لانا اماما انت شايفها وشايف تجربتها انت ممكن تقرريها وتعملي زيها بتفاصيلها اكتدأ من اختيار شريك الحياة لكل تفاصيل المشاعر اللي هي بدتها على اي حاجة تانية والله يعني لو بيت في موقفها وجا لي نفس الشخص اللي حبيته نفس حبهم لبعض وهو نفس الكلام ممكن اعملها يعني لان مما استلل حد لقت يوم اتنين اللي بيحبوا بعض وفعلا احنا واجهنا حياة كتيرة صعبة جدا العيلة كلها وانا كنا صغرين فلا ممكن اعمل كده يعني انت شوفتي بعينك ان لو المشاعر حقيقية والحب حقيقي والشخص القدامي يستحق اه لا انا ممكن اتحمل صعاب الحياة اه جدا كمان اه لان مما اتكتز وكل الصعاب لان مما عملت كده جدا يعني مما استحملت حاجات بجد احنا كنا اطفال وشالت مسئولات بيت بمعنى الكلمة يعني واستل بابا كان موجود فلا انا مستعدة اعمل كده فعلا لان حاجة كده قوية يعني تحس انك انت انت مسيطرة انت قادرة تعملي كل حاجة بس خلي بالك ماما يعني التجربة خليتها تتأكد ان اخترت الانسان الصح اللي يستحق كل تضحية بزبط وكل كل ان انا اتحمل عشانه كل الصعاب بالزبط مادة على حاجة بقى شخصنا اختاره يعني ومكن اختاره وبعدها ثلاث تنين ايه اللي عملتوا في نفسي ايه ايه وماما ستة مصرية اصيلة اه بحقي فعشان كده هي عمراء ما ندمت يعني والله يمكن ان ده مش ماما فيه فرق عموما بين الجيل بتاعهم كتير والجيل بتاعنا طبع وبصراحة عشان نقوله ما نزلنش الجيل بتاعهم احنا برضو ظروف الحياة كانت مختلف عن ظروف الحياة دلوقتي طبعا فلازم بالتالي المعايير معايير الاختيار تختلف اكيد ده اكيد نرجع بقى لقصتك احنا عملين نقول للمشاهدين الاستاذة هالة والستة هالة ست ممت راجل وشلك المسئولية ده مش نتيجة انفصال مثلا حصل او طلاق او بتاع ده نتيجة ظروف صحية مر بيها الاستاذ سهيل اللي هو زوج حضرك ممكن نسمع الحكاية ازاي تحولت من ستة بيت عادية جدا بتربي بناتها لنائب مدير باحدة شركات التأمين ليك مستقبل ليك طموحك وحلمك وبتشتغلي فضال هو بعد ما ربنا كرمه يعني وتصاب في عينيه يعني هو جال انفصال شبكة في عينيه وعمل عمليات كتير انفصال شبكة في العين انفصال شبكة اه في العين الاتنين اه واحدة الاول بعدها بستة شهور التانية على طول ده نتيجة مرض دخت او سكر ولا سكر ولا ضغط ولا هو الحد الذي بيعني من سكر ولا ضغط ولا حاجة ولا زعل حتى لا خالص خالص سبحان الله احنا كنا في مصيف حد اه سبحان الله كنا في مصيف وفجأة في حاجة على عيني كده ما شعر فيه على ما رجعنا كان حصل انفصال شبكة ومشيمي عملنا عمليات وبعدها بستة شهور العين التانية على طول والعين التانية ما كانش فيه مثلا الخبرة خليته ياخد بال وانه مفيش مفيش يلحق هو بس هو انا بعد كده فهمت انه هو كان نظره ضعيف اوي اوي هو كان نظره ضعيف ايه وبعدين عمل لزك عمل عملية لزك ايه عملها مثلا هو في سن كبير تمام فبعدها بالزبط بحوالي تلس سنين او اربع سنين حصلوا الانفصال ده هي العين ضعيفة اساسا العين هي استعداد العين ضعيفة اه بالزبط والحمد لله يعني النقلة اللي بنقول عليها دايما الخبر الصادم لان الواحد بيبقى متخيل انه هو مش هيمر بظروف صعبة اللي بيمر بها غيره دايما بيبقى متخيل ان حياته بيبص لها وبيبقى عنده امل انها تمشي بطريقة مختلفة النقلة اللي هي من ظروف واحدة عادية وعيشة قصة حب وام البنات ومبتشتغلش مش اي حد يقدر يكتزها ازاي بس وازاي وكان بدايتها عاملة ازاي عليك بس انا كنت يعني مرفقة متدلعة ست متدلعة حقيقية هو انا مكتش عارفة انزل اشتري طلبات ولا عارف حاجة خالص هو اللي كان يجيب الطلبات وده حقيقية اعاتي كده كم سنة لحد ما تعب والحد ما تعب فاول برضو كان لأ كان بيقاوح وانا اللي هنزل اجيب وانا اللي هعمل وكده يعني لدرجة ان فيه ناس في المنطقة حوالينا وحال وحنا سكنين انتي مين كانوش بيعرفوني من قتل ما انا ببنزلش يعني مش عشان انا هو حبسني في البيت لأ انها ما بروحش السوق انا كبيرة روح النادي واخد الولادة في الصح مرافقة وست راجل شال مسؤولية كلها كاملة بالزبط نظر اللي ظروف نظروا الموضوع التطور انه بقى نفسيا تعب اكتقب وقعد في البيت رفض ان ينزل وابتدى هنا بقى انتي دورك صعبة قوي لان دورك ان انتي تتجاهل اكتقبك الشخصي وصدمتك وتخليه يخرج كمان يعني تمثلي يعني عايز كوة رهيبة وارادة منك انا فيه ناس بتقول انتي بتمثلي حباب حقي يعني قدرت الحمد لله قدرت اني هو ابتدى يطفل بيت مش عايز تحرك مش عايز يمارس حياته حياته معنا وابتديت انا انزل باب البنات تمرين كراتي سباحة مسرح منون شعبية كرال كل ده في النادي طول النهار لخماهم طول النهار انا مجغولة معهم وشجليهم عندهم تمرين كراتي بعد الكراتي في سباحة تاني يوم طول النهار ده ابنا علشان حالة الاكتئاب وحالة البيت ما تنعكس عليهم بس كان عندهم كم سنة وقتا نادين يعني كتلسة ما دخلتش كيجوان ولا حاجة كتلسة سويا ده انت بدأت الطريق من اوله اه كتلسة ما بتعرفش ماما بدأت معاكو يعني شالتكو كده من من الاول من الاول اه فقط بس ده ما يمنعش ان دور بابا اه طبا دايما القب لما ما يتخلاش عن مسئوليته بمزاجه وبقراته ولكن قضاءه قضاءه لزروف صحية وخصوصا لما تسمعه هو كان عامل ايه لما كان طبيعي اه بالعكس ده ما ما يقللش ابدا من دور اه بابا اه والزروف النفسية اللي هو مر بيها ده شيء طبيعي جدا اكيد تحصل اي حد اكيد فكنت تنزلي بيهم بقى بتشغلون بالرياضة بالرياضة كاراتيه ومعهم حزامي سود لاتنين يعني فضلت وراهم فين راح الكاراتيه لسه بتعرفوا تدفع عن نفسكو ولا لا من دفع بالضرب مش مهم الكاراتيه خارج بعيد عن الكاراتيه كلام ايه وسباحة وكنت بقى في النادي بقى كنت بمثل مصرح وكذا عملت فرقة من الاطفال كان معي مخرج اسمه دياء امت عملت فرقة في النادي في النادي معهم بيهم بيهم ولميت بقى الاطفال بتاع النادي كلهم كل وعملنا مصرحيات والله فكرة جميلة جدا يعني انت اللي بدرتي بالفكرة دي انت عملت فرقة طب ليه علشان لقيت الهواية دي عندهم ولا عشان تكملي حلمك عن طريقهم اه ان انا انا كنت نفسي اخطف الفنون مصرحي وبابا ما وفقش يعني فانا بحب التمثيل من وانا في سنوي يعني من وانا لسه في قولها سنوي كنتش عرف يعني ايه ان انا عندي هواية غلما وقفت وعرفت ان انا لا بحب التمثيل وبحب قشبة المصرح والكلام ده كل فمن هما الصغارين كانوا بيشوفوني انا كنت ساعتها في الوقت ده بمثل بس في النادي وفي اسر ثقافة ايه فهم كانوا بيشوفوني يعني انت فعلا مارسي هواية التمثيل على كبر في تبع الثقافة الجماهيرية او في النادي ومش مهم من يشوفه ومين بيعرف كموري النادي حلوة لطيفة علي حلوة او مبسوطة بيهم اصر الثقافة حلوة ايه انا رادية ومبسوطة فهم كانوا صغنانين كده بيجوا معا البروفات وشايفين الدنيا وانا كل ده لخما حياتي بدا انا مبسوطة بدا وبعدين هما بقى جاب يأكد لشخصيتك ان انت بتحب بتعملي الحاجة اللي انت حبها بصرف النظر ازاي ما انت بتقولي كده مين بيشوفك حق حتى لو مش هتعود عليك بحاجة مالا ماديا حتى مالا ماديا بزبط بأي حاجة بس انت بتستمتاع انك بتعملي لانك انسان وصدقة نقدر نقول ده ابسط حاجة عليك فالحمد الله ما بتفرقه وبقه دخلو ومسهله وكلام ده كله واتبسطه نفسه وميرقصه وجبتله مدار فنون شعبية ورقصه وفنون شعبية وفرقه ورضه عايزين يغنوا جبنا قرار كل ده من ولاد النادي يعني عارفة اي والدنيا مشت معي وكل ده ما بشتغلش كل ده يعني انا كش لسه برضه بشتغل اي اه فابتدت بقى ايه لا هو مش كده بس يعني لا في حاجات بقى ابتدت في مطالب وفي الاحتياجات تاعة الحياة ومصاريف كل ده لسه احنا فكانت يعني كان الحمد لله يعني في يعني والدته الله يرحمها برضه كانت وقفة جنبنا في الفترة دي عشان هو كده وبعدين حسيت لا ما انفعلش كده فابتدت ادور على شهر ما افتكرش ما فيش حاجة ما اشتغلتهش فاول قبل ما اكون في الشركة اللي انا فيها دلوقتي اشتغلت حاجات كتير مدير مكتب في الاعلانات في كوافير في كل حاجة اشتغلت اشتغلت والحمد لله اشتغل طب انا وثائك في المجال اللي انا فيه دلوقتي واستمرت فيه ومبسوطة فيه الحمد لله وبس المصح اساسي في حياتي لسه لغاية دلوقتي اه يعني انا اشتغل وحلو تمام وبعد الدور انا حياتي بقى اعمل فيه اللي انا عايزة اللي انا الحزته غير عشان كيس سألت انتو اصحاب ان فيه رابطة او رباط معين مميز بينكم انتو متربطين متماسكين بتحبوا بعض اصحاب اصحاب فنقول اللي برضو الظروف دي كلها هي اللي شكلت الترابط ده في الاخر بالزبط مش كده ايو ايو يعني لما بتعودوا مع ما بيبقى فيه حوار ولا زي اللي بنشوفهم دلوقتي كل واحد قاعد في ناحية قاعد على الموبايل بيوضع الموبايل معادي اي عشر طبعي برضي اي عشر تكتر واحدة بتعود على الموبايل برضي اي عشر اي عشر يقال ان التكنولوجيا دي اصطرت على علاقة البسرية بس بس سهلة بيبنادي على بعض بالقوة على وات على عسيني تكلموا على وات كده ما تتكلموا هلوات احلى حاجة بقى بطبست لما النور يقطع بقى تعود سعيدة جدا طبعا اللي التفاصل وطبعا مضطرين النار كلنا مع بعض ببقى بصوتها جالون الله حلو ده بدتهم مش شايفين بعض طبعا حسين ببعض طيب احنا عندنا تقرير بنشوف بقى رأيي الناس في قصة التكنولوجيا اثرت على التربط الاسري على العلاقات الاجتماعية عموما احنا بقناش نسأل على الواتساب او نبعد رسالة على فيسبوك نشوف رأيي الناس ونرجع نكمل حرنا معنا طبعا التكنولوجيا فيها عاملين عامل سلبي وعامل ايجابي عامل سلبي نتكلمها عامل ايجابي الاول عامل ايجابي انها بقت فيها نوع من الراحة للانسان انه هو بدلا ما يروح يجدد الرخصة بتاعته ممكن اعملها في البيت من الكمبيوتر الاجهزة كرابيبة كلها عاملات ديشتال وبقت كلها داخل فعل انترنت وبقت فيها راحة للانسان عامل عامل سلبي فهي فيها عامل نوع من تفاقق الاسري عامل نوع من البرود من الاسرة والله تأثير سلبي جدا وسيء جدا واعتقد يعني ان التكنولوجيا مقربتش افراد الاسرة المصرية لبعضهم بل بعادتهم طبعا بتاخد وقت من الاولاد بالذات يعني طبعا من السن الصغير الشباب وبتبقى واخدهم من الاسرة بتاعتهم طبعا من الاب ومن الام وحتى من الاخوة بينهم وبين نفسهم يعني بالنسبة لتأثيرها على الاسرة انا شاف ان هو تأثير سلبي جدا 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 بمعنى بمعنى دلوقتي كل بنا ادم في مصر اوفى العالم معه موبايل فاحنا بكون الاول بنعمل زيارات وبنهتم بفكرة سلة الارحام لان دي 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 فرض علينا كمسلمين بالذات دلوقتي الموبايل كله بيعتمد على الموبايل شاف ان التكنولوجيا دلوقتي بات حاجة مهمة جدا يعني مفيش اسرة تقدر تعيش مجرد تكنولوجيا احنا لنتا ما بتقطع من عندنا يوم يعني بتبقى ازمة بس طبعا يعني مهم جدا ان احنا نحافظ برضو على الطرابطة الاسري يعني على الرغم ان احنا بنستخدمهم في حاجات مفيدة جدا على مصر الحياة العملية بس برضو احنا لازم نحافظ على العلاقات الاجتماعية جانب السيق ليها ان ممكن الاولاد الشباب اللي طالعين دول بنلاقي ان كل واحد خد الموبايل بتاعه وقاعد مع نفسه بالساعات وده درر كبير يعني تكنولوجيا مهمة جدا جدا بس احنا احنا بنستخدمها استخدام خاطئ تمام خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي تمام لازم نوظف التكنولوجيا صح لان هي معمولة علشان الحاجات الصح اهلا بكم مرة تانية شوفنا مع بعض رأي الناس وسأل التكنولوجيا اتصارت ولا لا بصورة سلبية على العلاقات الاسرية انت متهمة على فكرة او احنا كجيل ان احنا برضو بنستخدم او بنقعد كتير بصين في الموبايل بقى ايا نكلم بنعمله ايه بس هو بقى سمة العصر هو فعلا هو سمة العصر فعلا واحنا كلنا دلوقتي بنضيع وقتنا عليه فعلا احنا درجة احنا مش متخيلين هو قبله احنا كنا نضيع وقتنا على فكرة برضو على المكلمات على التلفزيون تليفون الارضي او التليفون الارضي كان فيه برضو يعني اكيد طبعا بنلاقي نضيع وقتنا يعني احنا مش بنغلب ابدا لا انا بنغلبش انت متعم ان انت بتواضي على الموبايل بس هو فيه حاجة اسمها برضو ان انا الوقت الاعدام عبناتي ازاي اوصل لهم فيه معاني كتير ومشاعر كتير مش بطول الوقت لكن زي ما نقول quality time يعني ان انا لا الوقت اللي بقضي حتى لو كان ساعتين في اليوم او اكتر او اقل انا عارفة ازاي وصل لهم معاني كتير افتح حوار نقاش اسألهم اسئلة معينة خليهم يقولولي على الاجوبة اللي انا عايزة اسمحها ومحتاجة اسمحها عشان نطمن عليهم فنقول انا مش شايف انده اثر عليكم كأسرة لا خالص يعني احنا احنا لما فيه موضوع مثلا طبعا انا الشغلي طول النهار وساعة بروفات يعني بخرج من الشغلة على البروفات مثلا منتقابل بالليل مثلا فنقول ها انت ما تناميش عشان انا جاية عشان عايزك في موضوع يعني لا بنلاقي بعض هاي بنلاقي بعض ولم يبقى فيه موضوع لازم نعود ونتكلم فيه نعود ونتكلم ونحكي ممكن يكون موضوع بيني وبين هند بس بيني وبين ندين بس المهم هما بيحكوا اه لان الجيل ده مش كله بيحكوا 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 ليه بقى لان هما تعودوا على كده مهم ما قوي تعودوا على كده دي اه انا بحكي وهم احنا صحاب احنا ثلاثة صحاب فانا طول عمري بحكي لهم وهم يحكوا لي فإحنا على طول تعودنا على ده كانوا يدوهم المدرسة حاصل واحد اتنين تلت وزي أنا ماما كدتتحك علي زي ما أنو كدتقولي العصفورة قالتلي أنا برضو كدتتحك عليهم أولوهم العصفورة عليهم فكانهم يخشوا من المدرسة وشكلهم كده مش مظبوط أنتو عملتوا ايه هي العصفورة قالتلي يومهم واترفين وكل جرى يومهم بس خلاص بقى العصفورة قالتلي هي أنت عودتيهم وربتيهم على كده ورد فعلك معهم لما بيحكوا لك اي حاجة كنت اقول لها اغلطي اغلطي وعملي مصيبة اعملي كارثة وتعالي قليل يا ماما اغلطت وعملت مصيبة انا هعرف عليك ده مهمة لكن انت مش اتعافل وحدك وما تخفيش اغلطي وما تخفيش لانك هتتعلمي لما تغلط كنت دايما اقول لهم جملة يعني انا مش عالفهم افاكرانا ولا لا انا مش مهم بتطلعيلي القولة في المدرسة المهم ان انت يبقى معاك شهادة حسن سيروس لك الله عليك يعني الاخلاق والتربية قبل اي تعليم قبل اي شهادات مهمنيش اصلا سوري يعني ايا كانت هتوباء ايه بس الاخلاق في الاخر ده احنا بنتعامل مع بعض باخلاقنا بقى تربيتنا عما يقولوا مثلا ربت كويس ايه يعني طلعت دكتورة ومهندسة لا مش فرقة معايا اكتر ما فرق معايا اطلع بني قدمة بس انت طلعت برضو الحمد لله الحمد لله عندهم وعي والثقافة سبقى سنهم من كلامي معاهم لاحظتها المصرح المصرح هو اللي عمل كتبه لا نسمع بقى منهم بعد اذنك اتكلموا بقى شوية معايا اوكي يعني انت كنت في قصار وحولت على معاك سينما ليه قسموا منتاج بالتحديد اوكي ماشي انا قبل المعهد كان كل علاقتي بالافلام انها بس بتفرج عليها عشان انا بحب بتفرج على فلام كتير بقى اوليل كنت دايما بحكم ان انا بشتغل مصرح فكنت بركز بس مع التمثيل ففكرة الفيلم ميكين كله مكتش بالنسبة لي وضحكت مع معضلة يعني ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه فما جيت اقدم في المعهد فابتديت قبلها فترة اقرأ عن الاقسام وقرأ عن كل حاجة فبقيت ميلا اكتر للأدتنج المونتاج ان انا الناحية هناك يمكن شوية عن شخصيتي ان انا مش بحب الدوشة او الزحمة الكتيرة مثلا ففي المونتاج انا ببقى في مكان اهدف مكان اروع شايفة نفسك في المونتاج يعني مش شايفة نفسك قدامك كاميرا اصلا المونتاج ده يعني وراء كاميرا خالص المونتاجين ممكن يدولوا ممكن قيمة اقل مفيش حد عارف اصلا وفي ناسيا متعرفش الادتنج ومين المونتاج المشهور ومين المونتاج ده هو بين الناس بس في الميديا عارفين بعض بره لا هو الفنان كذا عمل فيلم كذا بس كده بالزبط كده طب مش حبه ان انت تبقي تحت كده دائرة الاضواء يعني او في دائرة الاضواء يعني هو بحكم انه كنت بمث المصرح فانا ده كان حلمي ان انا قريدي اصلا مسل او حي بس بعد كده لأ انا بحب جدا المونتاج ومعنديش مشكلة مين معرفش ان اشتغلت ايه انا عارف انا اشتغلت ايه انت ورس امامة بقى يعني انا بمعنديش مشكلة الناس كواه تعرف انا عملت مثلا الفيديو ده او الاعلان ده وحاجة لأ ما فيش مشكلة بس انا عملت ده وتعلمت من ده واستفدت من ده بس كده اي وبحبه كشغل انا على فكرة المونتاج انا بسألك السؤال ده مش لان انا بتزيله قيمة اقل او بالعكس المونتاج ده اصل العمل اهم حد في العمل اه في الخالص العمل يعني انتو انا بتصور شط ورا شط ورا شط هو المونتاج بقى اللي بيرتب ده بشكل منظم او بشكل درامي اكتر او يقع اللي بيعرف يعمل المونتاج حلو كمان يقدر يخرج حلو اه ويبقى مخرج يعني يبقى فاهم كل العملية اللي كانوا اصلا اديترز بيبقوا احسن بكتير يعني اي بيبقى فكرة انه هو انتري ساور في لوكيشن هو قريدي عارف فانا هستخدم ده في ايه بالزبط مش هيخد حاجة زيادة وحاجة اقل انا فاهم انا بعمل ايه بالزبط ودرست المونتاج كدراسة بقى اه فيها مواد نظرية كتير ولا عملي اكتر او لا لا نظري يعني معها سنة اولى تقريبا بالنسبة 90% كان كله نظري مثلا وقد نظري بقى عن تاريخ الفن والدراما اه كان مواد عام بعد كده في سنة ثانية بتاني نتخصص شوية بقى نتكلم عن المونتاج بقى القديم لأ اما كان على من فيولا بقى واما كانوا بياخدوا الفيلم ورسوا حاجات لما كانوا بيتعبوا حقيقي كانوا بيتعبوا جدا يعني مش حافي صراحة كنت موجودة هل هي كنت عمل ايه بس لأ تمام يعني واكيدا بنواد تطور البرامج بقى او الفيلم يعني البرنامج الاحدث والحاجات اكيدا نتغيب تفرجي على ذكر البرامج على برنامج او على عمل فني انت يعني بتلقط ده دقاتي دقاتي يعني خلاص بقى اتراحة يعني مبقاش ممكن اسرح مع الفيلم انت مثلا ما بسوطة من فيلم وقد رأيت ايه اللي حصل ده ده شيء مزاج مش حلو بقى عملي اكتر لكن خلينا نقول ان ده من الدراسات اللي لازم اجنب العملي فيها اه بالذكر اشتغل واعرف في عمل كل حاجة طيب نيجي بقى الندو على رأي ماما ندين ونتكلم على سنوية عامة السنوية عامة عندكم بتمر بطء ولا وتقل وخوف وتوتر ولا يعني انا مش حاسة مش واصلي لا انا برد يعني انت تغبر بسلاسف لا عادي لا عادي يعني عادي رقشتا هتعدي بس اول نظام الجديد هو اللي مش هلو يعني نظام البوكلت بتعلم تحنات مش هلو خالص السؤال مسطر تمام بس انت فكي اللغس يعني هو مش جاي مباشر دي اول حاجة تاني حاجة تحتيه ست ستور عشان تجاو بي يعني ممكن لو كتبت له الملخص بتاعه مثلا لا هو انت لازم ترغي بقى يعني ارغي مثلا اقول لك الجملة وارغي عنها وارغي عنها وارغي عنها يعني مبدئيا السؤال هو الواحد ولغز مش مفهومة عشان ترغمي السؤال ده خاصة بزفعلا لغز بجد بالذات بقى في الفلسفة يعني السؤال ما بيجي السالك خاص السؤال هو لازم يتفلزف لنا كده في السؤال فلسفة بقى اه طلع علينا بس ولازم ارغي كتير بجد يعني ست ستور في عم حرفان لازم اكتب في الست ماينفعش اكتب مثلا سطرين الملخص مثلا متاع الكلام لا هو يعني المصاحة ذات نفسه بحابب الورقة المليانة يعني بحابب يقلب الورقة لايه الورقة مليانة كده حابب السطرين بس والدروس الخصوصية شغالة برضو وفي كل المواد او في معظم المواد لا كله مش حاسم اماما كله لا كله طبعا لو في درس بتاخد مرتين عادي يعني يعني درس مع الناس كتير وعكادي في البيت تاخد بقى مع المدارس تحرق علي الشرح لها ومريب دين يعني هو بمعنى ان حرفين ما عندهاش وقت تتاعد أصلا تراجع اللي خدته في الدروس دي ما عنده شوك تتذكر أصلا ما عنده شوك تتذكر أصلا انت بتعتمد يعلم معلومات اللي انت لو قطيها انا لقبت حاجة فمسلا بيقفين يعني كويس كده في الدرس مستر قال كذا فإشتها اكتبها المستر قاله بقى لكن انا مذكرته مفيش ملحبش ومحولتيش انت تتقومي بقى موضوع الدروس وبتاع انت لقيتي ان دي الوحيد الوحيد اللي عاربتش هند كانت الحمد لله يعني مركزة وهي عارفة يا عايزة ايه انا ما حسيتش ان هند عادة سنة عامة خالص ايه لأ بس الندين اعوضت لا لا اعوضت يا ايه لازم اخص ان انا عندي سنوع عامة زي الناس يعني لأ بس بس انا بوشي ذاكرة على فكرة الكلمة جامعة ما تلات انا كنت هقول للندين فعلا الميزة ان عندك البيت على قل ما فيهوش توطر لا خلص ارضي هيوط سهل بس ايه حبة كده حبة احساس وبقى انا فقدتهم عادي كده انتو يعني عادي انت واضح ان انت انت مش عارفة مش بتوقفي عند الامور لا لا معادي هذه امور كلها ببساطة ايه معادي معادي عموما هو حاجة جميلة الموضوع ده للحياة عموما اه طبعا ان هي مش بتعقد الامور لا لا الحمد لله دي عادي يعني هاداش مش هيك الحمد لله دي طب بتعاست بي ايه بقى بالمناسبة الكبيرة اوي والله زمان انا صغيرة كده يعني كنت حبه وموذيع اوي وكنت حبه الموضوع كده وكان معكم وموذيع اوي كان معكم بادا لهو زمان فعل طيب لما جيت معانا هنا على الهوى وقعدت وشفت العملية من ورا الكاميرا قدام الكاميرا الاعداد اكتر انا يعني لما كبرت وفهمت الليلة ماشية ازاي اكتشفت ان فعلا زي ماهند قالت فعلا انا مش حبه بقى انا الفيمس وانا اللي قدام الكاميرا وكلام ده كله بصي انا بحبه بقى يعني صور شي بقى الكلام ده كله بس بحب الاعداد اكتر انا بحبه تنطط واجري ويلا ومش احارف ايه بحب حاجات زي بحب الدوش يعني هي لسه بتقول انا بحبش الدوش انا عكسها انا حب بقى في لوكيشن اكتر من انا قعدة في ستوديو بامانتز وكلاما عارفين انتو نادين وهنج اكدولي ان كل انسان بيتولد بشخصية معينة بانتر حاليا لها حدود يعني اعطى تربية مهمة طبعا ما ننكرش ابدا دورها لكن في حاجة اسمعها ان كل واحد بيتولد بطبيعة معينة انتو تعرضتوا نفس الظروفه في نفس البيت ونفس التربية هي حاجة وانا حاجة تانية خالص بذلك ده حقيق يعني بس كل الشخصية لها جمالها ونقول ان انت عايزة حلمك ان انت تبقي معيدة معيدة يعني اولا دور الاعداد ده مهم جدا في كل البرامج هو المخ هو المعلومات هو الاصلاط اللي بيتصل بالضيوف وده عايزة منك مذاكرة اكتر وثقافة والطلاع انا اصطر واحدة بيقولوا انا اصطر واحدة بحب سهلة جيب معلومات يعني لو بحطت حاجة في الميه لأ حرفيا فعلا بجيبها اف بي اي بالضبط بيتقال عليك انا فعلا يعني فعلا احطت حاجة في الميه لأ حرف اجيب مين ايه فين ومين في اصل بالحكاية ايه بالضبط يعني بحب اتطلع في الموضوع ده اكتر من المذاكرة يعني انا لو فكرت فيها ان انا ممكن ابقى ناكح حاجة غير مذاكرة خلالة يعني جانكم تشيل سنوية جامعة على جامعة ممكن اشتغل من غير سنوية هنجح انا متأكدة لا انا متأكدة ان انتوا هتبقوا حاجة وكانا ان ماما صدت عظيمة نرجع نتكلم على الترابط الاسري ونقول انت ملعبتش بس على اسرتك الصغيرة واشتغلت عليها وعلى ترابطها انت على مستوى الاسرة كبيرة كمان انا عارفة ان انت بتلعبي دور في لمة العيلة تبقى زي زمان لان احنا مفتقدين اوي السماء دي دلوقتي هو اللي من فترة كده فكرت يعني هو احنا عندنا لمة العيلة دي موجودة انا ليه اخ اللي ارحمه هو بعد بابا وماما هو اللي لم العيلة بيته دايما مفتوح دايما مجمعنا في المناسبات زي زمان بالزبط العيد الكبير لازم هو اللي يتبح كل العيلة مش هاليتنا احنا مش اخواته بس اخوات الزوجة وقريبه اللي من هنا ومن هنا لامم الدنيا كلها اي فهو بيحب ده الله يرحمه يعني فولحد وقتنا هذا زوجته مكملة نفس السمسيرة عليه وبرضو بتكمل معانا نفس القصة ومجمعنا برضو في المناسبات وكل حال انا جاد علي من فترة وحشني العيلة الكبيرة العيلة الاجبر مش اخواتي بس ولاد خلاك لا الاجبر فعلا معاكي حق احنا بقينا مقتصرين على الارايب الاوي ولاد الخالة ولاد العم والقريبين كنا والجنبك إنما حبيت العيلة الأكبر عايزة العيلة الأكبر بتاع الزمان لما كنت روح بيت جدي البيت بيت جدي ده كان ناس كتير كنا كتير قوي كلنا ونشوف بعض كلنا للأسف حنا بنشوف بعض غير في المناسبتين يا عزة يا فرح ونادرا ما بتكسلي حتى تروح الفرح فسحت منهم كده فجأة قررت اتصل بكل الأفراد العيلة اللي من بعيدوا واجب نمر فلان وهلان عايزة اعمل يوم نجمع كلنا بعض صلط بين كلهم فيه اللي رحب وفيه اللي قال لأ السنة بتخانق معه فلان طب ما ماهنا عايزة صالحكم أي ما نيجي عشان نتصالح لأ السنة لسه مش طيقة قاعد معي طب يا جماعة حاولت حاولت جامد بس فشلت فارجعنا تاني لعيلاتنا الصغيرة تاني يعني المحاولة فشلت فشل فشل لقيت ان فيه مواقف وفيه آه ما فيش طب يا جماعة ما احنا هنتلمع عشان ان فيه حاجة جواي نشيلها ونقرب رغم من ان المفروض الانسان مع الكبر بيزات حكمة ويعرف يعني معنى الحياة الحقيقية بيوصله ويعرف انه لازم يكبر ويرتقي عن كل الحاجات دي تمام واهم حاجة الصلة الانسانية واني اطلع من الدنيا دي حابب الناس كلها مفيش حاجة تستحق رغم كده لا فيه ناس مش واصل لهم المعنى ده لا فيه ناس لسه وطلعهم كبار كمان يعني يعني يا جماعة فيه ايه جماعة ده هي فيتة ده احنا معدين كده اي احنا معدين فيها كده يعني ايه ما نقعد مع بعضه حتى لو انا زعلانة منك ايه المشكلة ماقول لي ايه اللي مزعاني منك لا الحمد لله ما عنديش حتة تخاصمتي ببعرفش خاصة لكن نقول على المستوى الصغير لا الحمد لله المصرحة اللي هو ايه اللي مزعالك ايه اللي انت بدايق مني السؤال مهم ايه انت بتعمليه مع بناك اه بعملهم يعني انبرح كانوا هما جايين مسكندرية و و مقلموني تعالي خدينا انا كنت بردينة بقى وش قادرة انزل فبعدت له متوزعلانين ان انا وش قادرة انزل لا لا معاكي حق الدنيا بردا او لا ايه اللي تفضل حاجات تانية وكتير امنا وهتابعكم ام هتابعكم بالتليفون ايه المشكلة لا ايه انا عمليين اكتر يعني ومش هيفضل هم الصغيرين بقى اللي احنا مسؤولين عنهم دايما هو باباهم بقى اللي دايما اعملوا سووا راحوا ويعني عشان برضو بيبقى الانع عليهم انا بقى ايه ممش قادرة لسه يستوعب انهم بخلاص كبروا يعني قاعدوا يومين في اسكندريا عند ناس يعني ايه مشكلة خلاص كبروا مفوط بقى يعيشوا حياتهم مش هنفضل نطردهم طول الوقت يعني بالزبط كده لازم يجي بقى الوقت اللي هو لا هم بيستقلوا شوية طيب يعني احنا اتكلمنا عن مصرحيات واعمال امتي بيها وهواية كبيرة طول عمرها عندك واخيرا بدرتي تنرسي حتى لو كان على مستوى صغير الهوى النوادي الاجتماعية او مصرح الهوى عايزين اعرف الاعمال يعني اللي معلمة معاك او الادوار ابسط حقوقك يعني ان احنا نزهر الجانب ده فيك واللهي انا كنت عاد فترة مركزة معهم هم في مصرح والكلام ده كنت انا شغلة مخرج منافس بس وبعدين قلت بقى خلاص بقى انا كفرت بقى مش عارف ايه اوف تاني على خشبة المصرح كنت بقى مارس كده ان انا بعمل العروض لحد من سنة زميلة هند عامل عرض اسمه حريم النار قالت لي يا تنت احنا عايزينك في العرض فروحت قريت الوراء حلو قوي اتبسطت وعملت شخصية امور اعملها كانت كوميدي حريم النار الاسم نفسه حريم النار اه كان غريب يعني اه شازلي فرح واخرجته بنوتة فمعاد فنو مصرح اسمها ردوة ايه اشتغلت بقى دورك ايه بقى كنت طلع دور وردانة اه الخدامة السوسة دي اللي هي عارفة كل خبايا البيت انت سوسة انا بقى سوسة بانتكت ممثلة رائعة عشان تقدرت دور السوسة كده اه وهند كانت معايا في العرض كانت طلع البنوتة الصغيرة المتمردة وانا عارفة كل اسرار هند طلع متمردة كمان انتو بتمثله على نسوك جاي مدين دانيال تب نقول نادين تقوم بدور لا انا دين ايه لا انا هند كانت عامنا دور البنوتة المتمردة المتمردة على عادات والتقاليد اللي في البيت وكان فيه بيني وبينها بقى خنائف على المسرح وكده يعني ده في الدور في الدور طبعا اه طبعا انا بحب الدور بتلاقي رد فعل الجمهور يعني وقتها تفهمي منه ادائك تقييمه ايه ليهم عندهم الحمد لله يعني يعني بعد كده انا ما تلعت بتحقيق جمهور بتعرفين من الناس اللي انتو ما تعرفيهمش لما بيعودوا مثلا بيسقفوا دافتوا بقى عندي احلى حاجة في الدنيا بقى بصوطة طبعرف ان انا عملتوا كويس طيب لا دور ماما انت بقى دورك انا عارفة ان اشتركتي في مهرجانات في مسارح الجمعة ودي لما بيكون موجهة للشباب في مصرح الجمعة على فكرة صعب الشباب مش اي حاجة بيتقبلها ويعجب بيها وانت اكيد عارفها اه بزبط كانت ايه تجاربك بقى يعني اللي معلمة معاك على حاجات تحت مصرح الجمعة دي بيسا مشتغلش في كلية بتاعتي كان في مشاكل في مصرح الجمعة في مصرح الكلية في كلية اثار كان ما كانوش النشاط نفسه ما كانوش بقى المصرح الوكيلة كتلغي كذا المصرح كذا السنعي ثم مش اغلوه ده تمام فاشتغلت مع شيئة صوت صد اشتغلت عرضين مع شيئة صوت صد دول كانوا وبدايتي في مصرح الجمعة كان ايه احساسي كنت بتواجه الجمهور بقى الاول مرة المصرح صعب جدا لا بس انا مش طوال مصرح من وانا صغيرة فانا فكرة اوجه الجمهور دي كانت بالنسبة لي عادي خلاص انت بقى عودة عادي انا تمام انا كده كده بقف على مصرح من وانا صغيرة فمعنديش خوف او رهبة بتوطر قبل العرض بس عادي توطر العرض مش توطر الجمهور بس فبس المصرح الجمعة يعني دي من الحاجات اللي كانت حلوة جدا في جامعة القاهرة واللي افتقدتها فمعها تسانيما نحن مش عندنا مصرح او حاجة ازاي دا لا فمعها تسانيما او بيعتبرونا تخصص بقى فمش يعني انا فمش في لوم مصرحي انا معها تسانيما ايوة ايوة عشان منتاج فانتي يعني ما عندناش اصلا او مش عمدناش الانشطة دي خالص اي بس وبعد كده باشتغلت مصاريح كتير اللي هو فرق حرة بقى قلت بقى في الاوبرا وعملت في مهرجان ساقية و لأ وكلها عروض نقول ان في الاخر هند اتكونت كده كشخصية اللي احنا شايفينها النتيجة كل الكلام ده وماما بترجع شخصيتك والميزة والتمييز اللي فيها للمصرح ايوة بالزبط للي لفنتوا منها المصرح بيعلم حاجة كتير سواء قبلت زي مساء قوة شخصية ثقة بالنفس واضحة جمهور تعبير عن لا ده معاني كتير ايوة انا كنت بستورة بحد يقول لي انت زي بتوفي على المصرح لا انا مش عارفة وانا طلعت لقيتني بقى في على المصرح مش شايفة انتو خايفين ليه اصلا لأ ده رهبة رهبة المصرح دي احنا تمام احنا بني نسبالي كانت دين انا برضو كانت ام لان انا كنت بمثل مصرح تصغل مصرح ما معرفش بس بالعكس لان ما بحضر مصرح هي المامة وهند ده بطغاز ده انا كنت عايز بقى فوق انا بخطوكو طب ليه ما حاولتش ندي تشترك ليه ما اشركتها لا بالعكس هي على طول يلا روحي مثلا هنا في بتكسل تمزل المجهود ده بالزبط انا بكسل جيد خلينا بقى نقول مدام بنتكلم عن مصرح مصرح ده مجهود رهيب يعني عشان ليلة تعرض مثلا حاجة ايه ما تتقاضي تشتعلي بروفات ثلاث شهور عشان ليلة تحرفين ايه وذات في المهرجانات انت بتعرضي ليلة ايه يعني انا دخلت ثلاث مهرجانات مثلا هي ليلة اللي بتعرضيها وانت ونصيبك يعني عشان بتتقيمي فتبتقاضي مثلا بستة شهور بروفات وليل وده هي ليلة وخلينا نقول ان كل ده والعائد المجدي مفيش طبعا مفيش المصر انت بتصريفي اه طبعا تصريفي في الديكور بروفات وديكور وليبس بروفات وفي اللبس طب يعني هي دي حاجة جميلة اوي وحاجة بقت ندرة ويعني احنا عشان كده وجهنا لك في الاول كل تحية واحترام لكل قصتك مش للقصة دي بس بس هل المثالية الاوي دي صح في الزمن ده ولا برضو لازم فيه جزء ايه العائد ما هو اي حاجة لازم يكون لها عائد حتى لو انت بتلاقيه في الاول بس انا عارف ان في يوم من الايام هيجي عائد خصوصا ان كل حاجة مترجمة في الزمن ده لامور اه مادية يعني مش كل حاجة معنا كده انا بلغي المشاعر او المثاليات او لا بس بقول ان فيه حدود صح ولا انا مش معاك لا معاك حق طبعا ده وجهة نظر بس انا انا مش وجهة نظر كده انا بعمل حاجة انا مبسوطة يعني انا عندي زمالي في الشغل والله انت مش طبعية يعني انت فيك عندك حال ووقت وياريتك بتغذي فلوس يا جماعة في ايه انا انا بلاقي نفسي لا بس خلينا نقول ان في حالتك الموضوع مختلف لان انت عندك وظيفة معتمدة على الدخل بتاعها وده بتاكبري المكافئة بتاعتك اللي انا بتاعتك انا بعمل ده مبسوطة بي انا انا ده بتعميله بتحديه اه بالضبط انا مبسوطة انا بعمل ده وردجة جدا وبالعكس رغم ان بتعب وباجي من شغل يعني من شغل على البروفو ومن البروفو خصوصا لما كنا انا مثلا كنت اخر عادة عامله عادت عادت تسع ليالي تسع ليالي يعني كان ابقى في الشغل وراحة على بسرعة على المصر وشغلي مالوش علاقة خالص بال بالانا فيه بس ببقى لأ عايش شفت يا ندين بقى يعني ايه تحبي حاجة يعني عمرك ما تقولي انا مكسلة يا ندين يعني اني عمل يا ندين لأ لانا كنت بسل لانا دين وتشعبت وتفرعت الكصة مننا اه هي الفكرة ان فعلا انا يعني شايف ان المواء فعلا بتحب المصرح لانها بتصحب ادري وبتروح لشغل بتخلص مثلا سيه خمسة والبروفو بتبقى سبعة فهي بتجري مسلا من شغلها للبروفو وبعد البروفو بترجع يعني تنام فانا فعلا بعض بديومين ما بشوفش ماما خالص موعدنا غير بها فانا فعلا ما بشوفش ماما يوم كتير ودي حاجة دور على التزام يعني كنت تورسها زي هند ما ورستها بس انا ما ورستاش خالص موضوع اول ما يعني ايه الواحد يحب حاجة يحب حاجة يعني يبهد النفسه عشانها وده اكبر دليل يعني ده مصرح ما بنخدس يبهد النفسه عشانها احسن تعبير يعني ما بتخدس مثلا عائد من موضوع ده لا ومع ذلك بتتعب نفسها جدا جدا في الموضوع ده بس دي حاجة انت لما تحبي حاجة بجد بتعمليها وانت مش فرقلك بقى اصلا هتاخدي منها مقابل هتتعبي منها انت شايفة يعني دي نفس نظرتك للامور والله صح احب حاجة بجد فيه الشغل اللي انا هشتغل ما مش عارفه هو ايه اكيد اعمل كده لان اي حد بيحب اي حاجة في الدنيا بيسعيليها يعني ايه المخطر اللي هيعدلها ايه والله انا سعيدة بيكم وانا رأي ان كل اسرة بنصدفها خصوصا الاسر لما يكون متميزة بمعنى من معاني الانسانية الكبيرة زي الاسرة اللي انا مصدفها النهاردة شايف ان احنا بنوصل للناس حاجات كتير اوي بطريقة غير مباشرة مش عايزة اقول دروس مش عايزة اقول لكن تجارب اكيد هم يستفيدوا منها فاحنا بنشكركم فعلا ودي تجربة انا شخصيا استفدت منها حاجات كتير اوي وانا سعيدة بالقاء الاستاذة هالة ونادين بشخصيتها المختلفة وهند سعيدة فعلا بالقاءكم وطبعا بالقاء السادة مشاهدين وان شاء الله هنلتقي في نفس معدنا الاسبوع القادم واسرة جديدة من بيت العام